يقول السائل أفيدون جزاكم الله خيرا في كيفية صلاة التسابيح صلاة التسابيح غير ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وغير مشروعة هي بدعة لأن الحديث الوارد بها حديث لا يثبت ليس له سند صحيح كما نص على ذلك أهل العلم هذا من ناحية الناحية الثانية أن صفتها وكيفيتها مخالفة للصلوات الصحيحة المشروعة مخالفة فيها غرائب فيها أشياء مخالفة للصلاة المعروفة المشروعة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز العمل بها وفي الصلوات المشروعة ما يغني عن صلاة التسابيح الذي عنده رغبة في الخير يصلي يصلي صلاة الظحى وأفضل من ذلك يصلي بالليل يتهجد بالليل ويصلي الرواتب التي مع الفرايض هذا المجال مفتوح ويصلي الصلوات المعروفة المشروعة وأما الصلوات الغرائب التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتركها ما أحوجه الله إليها نعم